في يوم صيفي سنة 2013 في مدينة نيويورك كان فيه شخص ماشي في الشارع وكان بيدخن سجارة خلص تدخين ورمع عقب السجارة على الأرض بلا مبالاة في نفس المدينة ولكن في شارع تاني كان فيه شخص آخر بيمضغ لبانا رمع على الأرض وكمل طريقه الشخصين دول ما كانوش يتخيلوا ولا يخطر على بلهم إن أشكال وجوههم هتكون في معرض فني وإن العالم كله هيتفرج عليهم وده لأن علمة وفنانة شابة قدرت إنها تستنتج شكل وشهم من مجرد لبانا وعقب سجارة مرميين على الأرض وعملت معرض فني كامل بيعرض صور وجوههم وصور ناس تانية مجهولة عشان توجه رسالة صادمة للمجتمع وتبين لهم قد إيه وصل التقدم في علم الجينات الوراثية وعلم الأدلة الجنائية وقد إيه خصوصياتنا منتهكة إزاي قدرت تعمل كده؟ وهل ممكن فعلا نقدر نحدد شكل شخص من مجرد عقب سجارة أو لبانا رماها؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل في الحلقة دي على قناة المنكاش اعمل لايك وسبسكرايب وتابع معنا وانقش المعلومات بالمنكاش أعقاب السجائر واللبان وخصلات الشعر وبقايا المأكلات والمشروبات كل ده أنت لما بترميه بتترك عليه أثار من لعابك ولكن اللي ما تعرفوش أنك تركت أثر سمين جدا فيه معلومات أنت نفسك ممكن ما تعرفهاش عن نفسك وده لأن لعابك بيحتوي على شفرتك الوراثية أو الDNA الDNA هو عبارة عن سلم لو لبي مزدوج بيتكون من شريطين اللي بيحمله حاجة اسمها الكروموسومات كل إنسان بيحمل في نواة كل خلية من خلية جسمه 46 كروموسوم كل كروموسوم بيحمل مئات الآلاف من الجينات كل جين أو مجموعة جينات بتحمل معلومات مشفرة بتقوم بوظيفة معينة ذهي مثلا وظيفة إنتاج البروتينات البروتينات دي بدورها بتشكل أعضاء الجسم المختلفة زي القلب والرئة والكلية الجينات دي بيكون فيها كل المعلومات عن الكائن الحي زي طوله لون بشرته وشكله ملامحه الهدف من الجينات دي إنها تورث للأجيال القادمة فتنقل الصفات دي من الأب والأم للطفل وهو ده بالزبط اللي عملته فنانة العلوم البيولوجية هيثر دوي هاجبورغ استخرجت المعلومات المشفرة المخزنة في الـ DNA واللي قدرت تستخرجه من آثار اللعاب الموجود في أعقاب السجائر واللبان وقدرت أنها تفك تشفير الجينات اللي فيها فتعرف مثلا لون بشرة الشخص صاحب اللعاب ولون عينه ولون شعره وشكل أنفه وأذنه وملامحه كلها وعملت معرض كامل بتارت فيه وجوه لأشخاص مجهولين وتحت كل وجه الأثر اللي تركوا الشخص ده واللي قدرت من خلاله إنها تتوقع شكله الفنانة دي كانت بتوجه رسالة صادمة للمجتمع في المعرض ده وهو انتهاك الخصوصية اللي ممكن أي حد فينا يتعرض له بمنتهى السهولة الأشخاص دي وجوههم تعرضت في المعرض بدون إذنهم وبدون علمهم وهي عمرها ما شفتهم قبل كده ولا حتى قبلتهم وغالبا الأشخاص دول ما يعرفوش إنهم بقوا مشاهير في المعرض ده المفاجأة إن أي حد يقدر يعمل التحليل ده بمنتهى السهولة فك شفرة الجينوم البشري لأول مرة حصلت سنة 2000 وكلفت ساعتها حوالي 3 مليار دولار النهاردة أي شخص يقدر يفك الشفرة الجينية الخاصة بأي إنسان بقى أقل من 100 دولار فقط وفيه شركات كتيرة جدا متخصصة في الموضوع ده كل اللي عليك إنك تبعت له معينة من اللعاب وهتستلم تقرير مفصل عن الشخص صاحب اللعاب ده بل إن الأمر وصل بإحدى الشركات إنها تقدر تتوقع بنسبة كبيرة اسم العائلة اللي بينتمي إليها الشخص فقط عن طريق لعابه أو خصلة من شعره جينوم الإنسان بيحتوي تقريبا على 3.3 مليار قطع الجين بالمقارنة مثلا فيروس سارس كوف 2 والمعروف بالكورونا بيتكون من 30 ألف قطع فقط فك شفرة الجينوم عملية صعبة ومرهقة ولكن مع التقدم العلمي والتكنولوجي بقت أسرع وأسهل وأرخص ومين عارف؟ يمكن في المستقبل يتوفر جهاز محمول في البيوت يقدر الشخص يحلل بي الدين اي الخاص بأي إنسان بسهولة وفي خلال دقائق وبرغم المخاوف الكتير من إمكانية سوء استخدام التقنية دي إلا إن لها إيجابيات كتيرة جدا بتفوق سلبيتها تحليل الدين ايه لقوة تطبيقات كتيرة جدا مفيدة أبرزها استخدامه في الطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية للتعرف على المجرمين من خلال الآثار اللي بيتركوها في مسرح الجريمة واللي بتؤدي غالبا للتعرف عليهم وبتكون دليل إدانة مدي قوي جدا ضدهم كمان التطبيقات الطبية من أهم الإيجابيات لأن عن طريقها ممكن الإنسان يتنبأ بالأمراض الوراثية الموجودة في علته واللي ممكن يصاب بيها وبالتالي يبدأ يستعد ليها ويحاربها مبكرا أو يعالجها نهائيا بالعلاجات الوراثية المستقبلية زي العلاج بتقنية كريسبر واللي بتمكن الأطباء من التدخل وتعديل الجينات المسببة للمرض أو إزالتها نهائيا اكتبونا في تعليقات هل شايفين سهولة تحليل الشفرة الوراثية لأي شخص حاجة مفيدة ولا مضرة وإيه الاستخدامات اللي ممكن نستفيد بها في المستقبل من تقنية زي دي سلام